كيف ممكن تصل لرسالة لشعوب متعددة ومختلفة بولوس اللي كان عنده الخلفية اليهودية يحمل الجنسية الرومانية اللي عاش ثلاث سنين في هذه المنطقة في أفسوس وسمع كلمة الرب جميع الساكنين في أسية من يهود ويونانين لكنه الآن يكتب إلى هذه الكنيسة بعد عشر سنوات وهو في سجن روما ويقول للمؤمنين أن يتمثلوا بالله وهم تتكلم عن هوية وطبيعة وشخصية المؤمن في الآية بتقول فكونوا متمثلين بالله كأولاد أحباء واسلكوا في المحبة كما أحبنا المسيح أيضا وأسلم نفسه قربانا وذبيحة لله رائحة طيبة في الإصحاح الخامس الآية الأولى والآية الثانية هون بيتكلم عن التمثل بالله التشبه هنا بيتكلم على شيء استمراري على التدرب لكي نصبح نسخة منه والشيء المدهش أنه الكلمة في اليوناني هي نفس الكلمة ميمك أنك تحاول تقلد شخص كما أنه الخطيب بيدرب اللي بيتعلموا فن الخطاب أنه يتشبهوا في الأسلوب لسطايل الطريقة والمنهج اللي بيتكلم فيها بنفس الشيء في الحياة المسيحية تكوين الشخصية هو أنه تشبه بالله كلي الكمال كما قال يسوع كونوا كاملين كما أن أباكم السماوي هو كامل ولاحظ بيقول عن هذا التشبه المسيح يعني كان بيعمل أو عمل طاعة كاملة في هذا التشبه بيتكلم عن ذبيحة المسيح وهون في السياق الحديث بيتكلم أنه المسيح عاش حياة الطاعة الكاملة لله طبعا بحسب الله ويعني طريقة الله وكان خاضع للرب منشوف محبة المسيح وغفران المسيح هذه المحبة بلغت الكمال الطاعة الكاملة عندما مات على الصليب وقام من الأموات لكي يقدم غفران وفداء كامل ذبيحة المسيح هذه الطاعة الكاملة صارت رائحة سرور سرور لالله والحب الكامل طبعا للبشر لاحظ أحباء لما كانوا بقدموا الذبيحة تحرق كان الله يشتم رائحة السرور والرضى فيتنسم بيرضى على الذبيحة فالمسيح الكامل هو الوحيد اللي استطاع أن يرضي الله وإحنا لما من آمن في المسيح أنا وإنت منكون في المسيح فالله بينظر إلينا من خلال بر المسيح من خلال كمال المسيح فيشتم رائحة السرور والرضى أيضا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة